اهلا ومرحبا بكم ثانية في فيديو وموضوع جديد ماذا لو اختفى الجميع باستثنائك أنت؟ لطالما كان البشر من أكثر الكائنات سيطر في كوكبنا فنحن من أذكى المخلوقات الموجودة وأقواها لكن هذا الحال لم يدم طويلا مع بروز التكنولوجيا العصرية التي أصبحنا نعتمد عليها يوما بعد يوم والتي بسببها سيصبح الإنسان غير مجد لكن هذا التقدم التكنولوجي الذي ابتكرناه أصبح مؤذيا بالبيئة التي أثر عليها سلبا عن طريق التلوث الذي بدوره ارتفع ارتفاعا مهولا بسبب مخلفات الصناعة إذن ماذا سيحدث لو اختفى الجميع ذات يوم؟ وبالأحرى ماذا لو اختفى الجميع إلا أنت؟ وكما جرت العادة إذا استمتعت بمشاهدة الفيديو فتأكد من ضغطك على زر الاشتراك ليصلك كل جديد بقناتنا ولا تنسى كذلك الضغط على زر الإعجاب لنحصل على 500 إعجاب والآن دعنا نبدأ عندما سيختف الجميع عن الأرض أولا لن تجد أي طريقة لمعرفة ذلك بل في الواقع لن تجد أي طريقة أبدا تؤكد ذلك فأية سيارة كانت مقادة أثناء اختفاء البشر سوف تصطدم خالقة بذلك عرقلة سير ضخمة في أغلب شوارع العالم أي مكان ذهبت إليه سوف يبدو كأنه بلدة أشباح فالمطاعم وغيرها ستكون مفتوحة في وجه الزبناء دون أي أحد داخلها علاوة على أن الشوارع ستصبح فوضى عارمة من السيارات المتصادمة والكل مرتعب من حولك الأشياء التي ستؤثر فيك من أهم الأشياء التي ستؤثر في حياتك اليومية ألا وهي محطة توليد الكهرباء عندما تستمر لفترات طويلة بلا مراقبة هذه الطاقة سوف توشك على التوقف قريبا هذا الأمر يمكن تدبره إذ لفترة قصيرة المدى إذا توفرت محطة لتوليد الغاز وحتى إن توفرت لن يكون الأمر مجديا الأمر يعيد نفسه بالنسبة كذلك للطاقة المتجددة التي لا تستلزم للمراقبة من طرف الإنسان إضافة إلى هذا فإن تبريد المياه سوف يؤدي إلى تبخرها وستبدأ التفاعلات بالانهيارات وبالتالي إطلاق إشعاع سام الذي سيساهم في تلويث المناطق المحيط به بل الأسوأ من هذا كله بكثير أن الطاقة المتجددة بدأت بالانهيار مما سيؤدي إلى انتشار الإشعاع عبر الرياح وتلوث العديد من المناطق في كل أرجاء العالم وهذا الإشعاع من شأنه كذلك أن يحمل إلى الأرض بواسطة الأمطار مما سيؤثر سلبا على النباتات والمياه كيف يمكنك البقاء لحسن حظك أن الطعام متوفر حيث أن الأسواق التجارية للأغذية مكتظة بجميع أنواع الطعام فبعض الأطعمة لديها مدة صلاحية قصيرة المدى في حين أن هناك الأطعمة المعلبة التي تستمر مدة صلاحيتها لسنوات عدة فأفضل شيء يمكنك فعله هو استغلال الأيام المتبقية بعد اختفاء البشر لكي تحصن بيتاً الذي سيكون من اختيارك مع قدر من الأسهم المجهزة بالقدر الكافي ففي رأيي المنزل المثالي يكون فوق التل مع مساحة كبيرة للحماية من الفيضانات وسيمنحك أيضاً رؤية جديدة كفيلة بتربية حيوانات برية باحثة عن الطعام وقد يكون سياج رفيع جيداً دون أن أنسى أسواق البندقية التي ستكون مكاناً ملائماً لتخزين الأسلحة من أجل الكفاح والقتال لحياة برية التي ستصبح تهديداً لبقائك على قيد الحياة من أيام لأسابيع بعد اختفاء البشرية مع مرور الأيام ستصبح عائلات الحيوانات الأليفة والمفترسة تتدور جوعاً داخل الحضائق باحثاً عن أي طريق ممكن لسد حاجتها كما أن الأسجة الكهربائية سوف تتوقف عن العمل مما سيمكن الحيوانات من تحرير أنفسها ومواصلة البحث عن الطعام فالكلاب الضخمة ستخرج للصيد مصممة في قرارة نفسها على البقاء على قيد الحياة فكن حذراً طوال الوقت فأنت لم تعد مسيطراً على الكوكب كما كنت فهنا بالضبط تكمن أهمية امتلاك مأوى مناسب مع أسلحة كافية وكذلك وسيلة نقل لإحياء حياة كريمة فكما تفترض أن تلبقى ليس بهذه الصعوبة لفترة تقريباً مع طعام رهن إشارتك بالإضافة إلى الآلاف من السيارات الفارغة والكثير من العائلات التي ستختارها دون أن ننسى محطات الوقود المملوئة بخزائن البنزين التي ستصبح ملاذاً جيداً دون صيد للسمك أو أي مشكلة في حياة محيط حيث سيصبح الكوكب شديداً نمو بالنباتات دون مشاكل الصيانة إجمالاً سيصبح الكوكب صالحاً للعيش بعد اختفاء البشر وستصبح الحياة وحيدة جداً الآن أنت تمتلك منزلاً عظيماً وعدة وسائل نقل فأنا شخصياً حاولت تعلم كيفية طيران الطائرات فبهذه الطريقة أستطيع السفر حول العالم لكن هناك إمكانيات التصادم قريباً مع الأقمار الصناعية في السماء أو قد يكون تصادماً مع الأرض أو مع النجوم مما سيسبب النار لكن البعض سينحرق في الجو هذه الأشياء ستحدث إلا بعد آلاف السنين بعد موتك وكل ما ستبقى سوى فولاذ ناطحات السحاب التي بالكاد ترى إلى ذلك الحين كل شيء سوف يرى مثل ما كان من قبل البشر سيعيشون في أكواخ خشبية مغطى بالعشب والنباتات الأخرى الآي لا للسقوط الحياة من دون بشر ستكون أفضل حالاً مما هي عليه من نظام بيئي أفضل فمع مضي الوقت جميع آثار البشر سوف تخطئ أمتعت في مشاهدة الحلقة لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة جميع الحقوق محفوظة لذا قنوات هل تعلم ترجمة نانسي قنقر